اهلا ومرحبا بكم اليوم شانو مبعضنا مرقة خضرة تونسية اني ودكم ومشاهيكم بالبقري بش نعملوها الهناخ ذيت سبناخ هوني في فرنسا كي بشتعمل مرقة خضرة تكلفلك اغلى منك تفعلوش بصراحة الخضرة غالية الهنة واني اخذها الحق من الجرون فخي تبدأ فرشكة وابا نلحق خين من السوق هيا سيدك الهناخ ذيت السبناخ قولوا كيلو سبناخ تقريب وليون قصيون قصو شوية من كيلو خسلتو مليح ومن بعد قصيتو طروف كي بتراوه السبناخ بالكيلو يتم ديما ارخص بسان كورو تقريب الكيلو ارخص من اللي تاخذ بالباكو الباكو يبدأ ديما اغلى وهنا حطيت الحم البقري مقصوص انا شريته حاضر نشري في بروموسيونيات ونخبيف الفرجيدير مقصوص كي ما تراوها كيكا خرجتو من الكونجيلاتور وتنحمل وثلج متاعوه حطيتو في شوية زيت حطيتو في الكوكوت والهنات بشجبة السلق السلق هاو كمكتوبة كيفاش مكتوب عليهم بلايت في اللي عيشو هالبرك شنو بشعف وشنو اسمهم والسلق هاذا الموجود السلق مشك صغير كيمامتاعنا متاع تونس موجود كين الكبير ذايا والحقيقة مطعمه مش كيمامتاع او كم سلق وكهاو خير من بلاي اش قولونا حنا كل العوايدة متاعوهدوكم من نحيهم فمشكوني قالتلي نعمالهم بطن العوايدة واحتمتاعوهدوكم الجذور والجذوع متاعوه قالتلي نعمالهم مبطن ولا كفتة ولا ترميهم في الخضرة ولا تنجم تقصهم ولا في الجاري ترميهم في الجاري الحقيقة مطعمه ما يعجبنيش شخصيا وكل واحد بطبيعه وضوقه واخذيت ربطه مع الدنوس وحطيتهم طوى يتخسلوا كل مع بعضهم زيته بالقديب بالقديب نحيوا منهم الكرمال المتاعهم ومن بعد ناخذ الورقات السلق في بالي في بنزرت فيما منه سلق وفي الساحل يعملوها السلق يعملوها عصبان نجم تعملو عصبان تم عصبان لا ترمينا في بلاست الكرشة نقص الربطن سلق فوق سبناخ نتبعوه وثير لذيك نتبعوه فيه الروز الجر قالوا لي بالحق كي ذوقنا خضرتهم فهمناك ش تقصد فهمنا المعنى اللي تقصد فيه خاطر بالحق ليعاليقة ليعاليقة ببعضو أصلا حتى كي نقابلوا مثلا فرنسيس ونبدأوا ساعاتنا حكي مع الخضرة يقولنا سحاليكم وانتوما خضرتكم وبنينة والغلة طوا ما عادش كي مقبل في تونس الحق أما الخضرة دي ما خضرتنا تقعد بنينة وطوا قصيت ربطة مع النوس بش نحط منها شوية طوا وشوية في الإخير بالكل وحطيت منها كميشتين مع السلق والسبناخ والباقي هذك خليفة اللي خرب الكل ومش الكل وزادة بش نحطوا الباقي شطروا الى اقل شوية وطوا خضرتك عبتين بصل وماذا بيكم بصل الربعي لو واشت عليه ما لقيتوش ما زالوا ما جابوش منه يمكن بصل الربعي طويل هذا كالخضر و البيض طويل انا لقيتكين بصل الربعي ذاكيكا قصيتو ومعه هس في النارية نحن نعملو المرقة الخضرة بالفول المصري زادة اما كيبدا معه بقري ما نحطوش خطري ولي تبيخة كي كي ولي يذوب ويعطي قوام اخر معنى هالمرقة ايا الهنين بعد ما قليت وانا مزلت نقص في الخضرة طفيت عليه وعاوت شعلت عليه وفوحته ملحه في الفلاك البقري وصبيت عليه شوية ما يغلي وحطيت اللفاحات خطر ما نجمش نحط مغرفة طماطم معجونة ومغرفة صغيرة طماطم شيحة ومغرفة هريسة عربي ومغرفتين صغار فلفل زينة ومغرفتين صغار تابل وكروية نحط بصلي وخضر النور لا نحطوش فيها ماء جملة جملة لا نحطوش فيها البارد وحطو كل شي على البارد وتحطوه هيتي يكون خيء كيفية انا او كان بعض ما تطيبوها تخليوها كيبش طيبة فالكوكو تخليها من بعد وشرب مياها وكيبش طيبة فالتانجر عادية او تتبخر ما فيها واحد شاية ما مزيدهش ميا اكثر من اكيكا ميلي طويكا حطيت البصل وطلعت الريحة لبنينة عدم تعالوفها حات والبصل وكل حم وكل وطبش نحط عليهم الخضرة بش نبدأ نحط بالكمشة بالكمشة ومن بعد كل كمشة منوطة هي كمشة الذوب وتشبت ضغطها وانا بتبعيز مني نقلب ونعاوض اذاك الحمص المنفخ حطيت كمشة حمص المنفخ جبته من الكونجيلاتور وخسلته وعاوض شربت فيه بعض وخمت المو بير دا تقدش نموت على الخضرة وريحة الخضرة وجو الخضرة في الدار يا سبحان الله يعطيني احساس بقيمة النعمة وحطيت اكس في النارية فمشكون يحطوا اللفت اللي يحب يحط معها اللفت يحط اللفت واذا كان معدوس خليطه للاخر طبعا بش نغطي عليها الكوكوت بش تتبخر هكا ويرج عليها البخار متاحا وتذبل ملوطة ومبعد نحركوها وزرو كيفاش اكل خضرة ملوطة كفاش لونها تبدل اكو غميقت نقلب فيها ودجاع المرقة تغلي من اللوطة بش تذبل لي بقية الخضرة الكل ما نسكر الكوكوت كينا ما تكون الخضرة الكلها ذيبلا عليش بش تطيب خط الكوكوت ليش بش تخلط لك هي و تبدأ فيها و غرفها و تتخلط في بعضه بش يتيب اللوطاني بنوكها و الفوقاني بش يقعد بنوكها ما هوش مفوح جملة الخضرة ما تتفوح لكش او كريتوها قديش سيبت الماء بتاحها مع الخضرة قديش تلعوا و غزروا الماء ما شاء الله قديش تلعوا طوى سكرت عليها الكوكوت ما دمني حتى بقري خضيت البروغرام متاع الحم 30 دقيقة ومبعد نحل الكوكوت هذه الكوكوت عادية اما كانت تحطها في البروغرام الاقوى تحط في 20 دقيقة من بعد سيت عادية 30 دقيقة حليت الكوكوت متاعي انسخيلها شاحت انا طلعت الخضرة فوجت الفوق و المرقة اللوطة حتيت طوى كمشة مع الدنوس شوفوا المرقة كفش طلعت متخبية ومزلت خفيفة خفيفة على الاخر انا الحقيقة نحبها كيكا خفيفة نحيت سحايا اللي ايانا خفيفة والبقي خليته يكمل يغلي بش يعقد شوية بش يشرب شوية زيت كميشة اخرى مع الدنوس فرشكة في اللخر هو يجب العلاج يفرق على اللخر على اللخر يسحن علينا ونجعله يغلي بعد سوف نعود كمشة اخرى مع الدنوس لا أستمر الكل كمشة اخرى نضيفها على القز كما تحب انتي مش جيريا جيريا معناها المرقة قوية فيها المنافع متاحة مش ماء معناها ترانسبرانت واذاك خليتها هيك طوى تغلي على روحها راكم تقولوا السحن شبيه كان لونو ولا لون ماني حتيت فك السحن ذاكا لوليني ويعمل هكا تققي ترشقري في اثنين مش تكسر قريبي تكسر وليت نجريت حتيته في سحن اخر هاوكا حكيت السحن نايم واذايا خليتها هيك تكمل تغلي على روحها وبعد كما قطكم الحطونا حتى جرين فلفل اذا تحبوا تحطوا فلفل والمعدنوس في الخبر كلها واذا وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة